الحصاد من قناة الفلوجة مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حصاد الفلوجة معكم عبد الرحمن النجار أبدأه بأبرز ما فيه أمريكا تثبت قدما في أربيل لضمان عراق متوازن والهجمات هدفها توتير علاقة بغداد وواشنطن البطاقة الموحدة دعوات تتجدد لاعتمادها مستمسكا وحيدا في الانتخابات الخيار الأقوى لمحاربة الفساد والتزوير الاتزاز يطيح بالكبار في ذقار وما خفي أعظم والنزاهة تؤكد لا نهاب القضاء والتسجيلات مفبركة مساء دام شهدته بغداد قتيل وثلاثة مصابين بهجومين مسلحين في شارع فلسطين وقضاء التاجي العراق يقرأ معرض بغداد للكتاب يفتح أبوابه بمشاركة أكثر من عشرين دار نشر محلية ودولية محبا بكم من جديد بحثت قيادات إقليم كردستان مع الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان بحثت مجموعة من الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة جاءت هذه المباحثات عقب وصول الرئيس الإيراني إلى أربيل في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في السياق ذاته أكد رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني أن أراضي إقليم كردستان لن تكون منطلقاً للإضرار بالعلاقات المشتركة مع إيران مشيراً إلى العمل على تقوية الروابط المشتركة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى هذه الزيارة مهمة وتاريخية لإقليم كردستان روابط تاريخية وثقافية ولغوية مشتركة مع إيران بحثنا مع الرئيس الإيراني العلاقات المشتركة ولاسيما القضايا الأمنية كما نؤكد أن أراضي إقليم كردستان لن تكون منطلقاً للإضرار بهذه العلاقات ونعمل على تقوية الروابط المشتركة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى وبشأن مذكرات التفاهم التي وقعت خلال زيارة الرئيس الإيراني حذرت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية من أن مذكرات التفاهم التي وقعت بين بغداد وطهران تحتاج إلى متابعة دقيقة عبر لجان متخصصة وذلك لضمان تحولها إلى اتفاقيات فعلية تنفذ على أرض الواقع بما يخدم وصلحة البلدين المشتركة وأكد عضو اللجنة محمد الزياد على ضرورة مراقبة تنفيذ هذه المذكرات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز التعاون بين العراق وإيران في مختلف المجالات وشيراً إلى أن إيران دولة شريكة للعراق بعدد من الملفات خاصة في الملفات الاقتصادية والتجارية وكذلك مذكرات التفاهم أمر مهم لبناء اتفاقيات مستقبلية لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري في مختلف القطاعات وخلال زيارة الرئيس الإيراني إلى قليم كردستان عقد بازيشكيان اجتماعات عدة حملت في طياتها تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي وكذلك حماية أمن الحدود في زيارة شديدة الترتيب من العاصمة بادادة إلى عاصمة الإقليم أريبيل التي وصلها الرئيس الإيراني مسعود باسيشكيان لأول مرة منذ تسنمه رئاسة الحكم للجارة الشرقية إيران التقى فيها قادة الإقليم أريبيل تريد طمأنة طهران بأن الحديث عن وجود مقرات للكيان الصهيون هي مجرد أكاذيب وتريد أيضا الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب في كردستان خاصة في ملف الانتخابات الحقيقة اليوم إيران من الدول المهمة بالمنطقة أنا ننكر هذا الشيء مهما كان دولة كبيرة ودولة جارة ولازم يكون تعامل بين العراق وإيران تعاون سياسي واقتصادي ودبلوماسي في كل المجالات في الفترة الماضية شاهدنا مثلا بعض المواجهات حتى قصف إيراني على داخل العراق مثلا في أقليم كردستان ومن أريبيل التي خاض فيها اجتماعات عدة حاملت في طياتها تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي وحماية أمن الحدود وصل إلى السليمانية الرئيس الإيراني في زيارة أوصفها سياسيون كورد بأنها بعثت رسالة طمانة بأن المصالح المشتركة مستمرة وأن الإقليم لن يتحول إلى عامل تهديد لمصالح الجيران إذن هذه الحجة التي طالبوا بها كثير مرات من الإيرانيين بإنزال المعارضة الإيرانية الآن لا يوجد أي حجة أكيد سيتم هذه المناقشة سيتم هذه المناقشة وأكيد سوف يكون هناك وعود ونتمنى أن لا تكرر هذا القصف وأن لا يكون أي ذريع أو أي حجة من أي جهة سياسية لتزويد إيران بمعلومات خاطئة تتجلى أهمية زيارة باسي شكياني لإقليم كردستان لأهمية موقعه على الخارطة السياسية الدولية وتطوير العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة فيما تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد المنطقة تقلبات وتحديات وتوترات متصاعدة فالإقليم يسعى دائما إلى السلام والاستقرار زيارة نصفت بالمهمة والتاريخية خاصة أنها تأتي في ظل توترات متصاعدة في المنطقة فإيران تسعى لنسج علاقات جديدة مع الإقليم في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والأمنية بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل بالمقابل اعتبر معهد صوفان الأمريكي أن الهدف من الاتفاق الأمريكي العراقي الجديد القاضي بتحويل الوجود العسكري من قيادة قوات التحالف إلى شراكة ثنائية دائمة هو لمواجهة نفوذ إيران في العراق التقرير أشار إلى أن الولايات المتحدة والعراق اتفقا على بقاء قوات أمريكية وقوات أخرى من التحالف في أربيل لمدة عام إضافي فيما رجح التقرير أن القوات الأمريكية ستبقى بشكل دائم في شمال البلاد بعيدا عن هجمات الفصائل المدعومة من إيران واعتبر التقرير نقلا عن مسؤول أمريكي أن الإطار الزمني المحدد للانسحاب الأمريكي على مدى عامين يستهدف تأمين المجال لالتقاط الأنفاس لإجراء تعديلات محتملة إذا تغير الوضع الإقليمي هذا واشال تقرير معهد صوفان إلى الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء محمد الشعاع السوداني من خلال الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على المصالح الأمريكية في البلاد وأن الهدف منها هو إبعاد حكومته عن واشنطن لفت التقرير إلى أن الهجمات الانتقامية الأمريكية ساهمت في مفاقمة الضغوط السياسية الداخلية على حكومة السودان مبيناً أن القادة الأمريكيين حاولوا تلبية حاجات السودان السياسية المحافظة على الجوانب الرئيسية للعلاقة الستراتيجية مع بغداد ومنها الحاجة إلى منع عودة تنظيم داعش تفاصيل أكثر عن زيارة الرئيس الإيران إلى قريم كردستان نناقشها مع الخبير الأمني والستراتيجي من بغداد سيف رعد مرحبا بك أستاذ سيف بحسب تقرير معهد صوفان فإن المحطة الأكيدة للقوات الأمريكية في العراق ستكون أربيل حتى وإن حدث هناك انسحاب مقبل ما دلالات ذلك برأيك؟ بداية المساء الخير سال عبد الرحمن وتحية طيبة إلى قناة الفلوجة ولجميع متابعيها الكرام يعني لا شك هذا التقرير لغاية الآن لم يصدر أي تصريح رسمي من البنتاغون يعني كل المؤشرات آخر بيان للبنتاغون هو بعد زيارة الثابت العباسي والوفد المرافق له في واشنطن وكان البيان لم يذكر كلمة انسحاب في كل البيان لم يذكر كلمة انسحاب بأي جندي أمريكي إذن البيان لا زال منفرد من الجانب العراقي تصريحات فقط من الجانب العراقي بالانسحاب رغم البيان الأخير من البنتاغون أشار بأن هناك ستكون مذكرة خاصة توضح أو اتفاق خاص يوضح آلية مستقبل التحالف الدولي وأشار أيضا على أهمية استمرار العلاقة الثنائية الأمريكية المستدامة أما بخصوص إذا جئنا على فرضية المعهد وما ذكره وأيضا الحكومة العراقية وما تصريحاتها يعني أعتقد العلاقة بين حكومة تقليم كردستان وبالأخص يعني الحزب الديموقراطي وقيادة مسعود البرزاني مع الجانب الأمريكي علاقة تعود يعني لتسعينيات القرن الماضي وهذه العلاقة مستمرة لغاية الآن ولديه اتصالات مباشرة حتى رأينا في آخر فترة تم تجهيز يعني نوع نعم لكن التقرير تحدث على أن الوجهة النهائية إن كان هناك انسحاب نعم هو في الاتفاقات الحالية والبيانات غير موجود لكن إن حدث فستكون الوجهة النهائية هو في إقليم كردستان تريد أن توصل رسالة واشنطن ربما هكذا تقرأ لا تعتقد أن أربيل هي أأمن مكان لها موجود في العراق وإن انسحبت من العراق فإنها لن تنسحب إلا إلى أربيل وهذا الشيء الواضح وحتى القيادة الكردية يعني انبلغ هذا الأمر في بغداد يعني الاجتماع الأخير اللي كان في زيارة مسعود البرزاني هنا في بغداد والتقاء بقيادة الأطار التنسيقي تكلموا بهذا الأمر وكان الأمر واقعيا وتكلم أيضا هو بواقعية قالوا ما أنا تريدون تسحبون الأمريكان أنا مع الانسحاب الأمريكي لكن أنتم تتحملون النتائج الاقتصادية والأمنية وأعتقد هناك تشريبات كثيرة بأن الحكومة كانت أيضا رافضة لهذا الانسحاب فبالتالي هناك جدولة ومن ضمن جدولة الانسحاب تكون الأربية المحطة الأخيرة أيضا النظرة الأمريكية للبعد الإقليمي والبعد الاستراتيجي لا زالت هناك الساحة السورية يعني على صفيح ساخن ممكن في أي لحظة ممكن الجانب التركي يدخل إلى شمال القصد قد تكون أيضا تغير وتحول في اليوم في جيش ما يسمى بجيش العشائر ضد قصد أيضا هناك داعش وربما هناك أكثر وأبعد من ذلك تطرق إليه التقرير يعني حسب المعهد إن الهدف من الاتفاق الأمريكي العراق الجديد مواجهة النفوذ الإيراني في العراق هل يعني ذلك أنصح طبعا أن علينا أن نتحضر إلى شيء مقلق سابق وأن شهدناه سابقا وبالمناسبة السيد نيجرفان بارزاني لا يزال يرسل الرسائل الطمئنة إلى الإيرانيين بأننا لن نكون أرضا لأذيتكم أمنية هذا التصور هو موجود حاليا يعني يعني هو أعتقد حكومة قليم كردستان يعني باتباعها الاستراتيجية الأخيرة تم التهدئ بينهم بين الإيرانيين وما حدث أيضا من إبعاد حزب كوملة الإيراني المعارض عن الحدود الإيرانية بحدود أكثر من 40 إلى 45 كم وأيضا تسليم أحد القياديين البارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض قبل عدة أيام تم تسليمها لطهران من العراق هذه كلها يعني أعطت فتفرصة للإيرانيين لأعطاء نوع من النوع التوازن بأن البارتي وحكومة تقليم كردستان ليست ضد الجمهورية الإسلامية ولا تريد بإقامة أي عداء ثاني أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي تنظر لعراقيا النقطة الاستراتيجية الرئيسية لدعم قواتها الموجودة في سوريا فيجب أن تكون هناك ركيز على الأرض العراقية ولا يمكن ولا يمكن مغادرتها في هذه الظروف وفي ظل وجود توتر على الساحة السورية وأيضا توتر في بعد ثورة 7 أكتوبر وطوفان الأخصى كل هذه المؤشرات تدول منه يجب أن تكون هناك مركزية القيادة الأمريكية في العراق نعم قد تنسحب من مثل ما ذكرت التقارير بأن تنسحب من الأسد لكن ستبقى في الحرير بالفعل ولذلك نفت قيادة العمليات المشتركة قبل يومين تقرير رويترز التي تحدث عن انسحاب في 2026 شكرا جزيلا إليك الخبير الأمني والستراتيجي من بغداد كنت معنا سيف رعد الأخبار مستمرة نبقى في الملف الأمني إذ أصيب موظف في جمعية استهلاكية في شارع فلسطين وسط بغداد بجروح مختلفة برصاص ثلاثة مسلحين والذين قبض عليهم بعد وقت قصير من الحادث في العاصمة بغداد أيضا أفاد مصدر الأمني بأن مسلحا فتح نيران سلاحه على محل تجاري في قضاء التاجي ما أداء 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 للمقتل شخص وإصابة اثنين فيما فر المسلح من مكان الحادث وتوجهت قوة أمنية إلى الموقع بينما أفاد ذو المصابين بأن سبب الحادث هو خلافات عشائرية افتتحت هيئة التصنيع الحربي لأول مرة صناعة الطائرات المسيرة وذلك بعد أكثر من عقدين من توقف الصناعة العسكرية في البلاد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ماري أعلن عن افتتاح البلاد لأول مرة صناعة الطائرات المسيرة وذلك بهدف دعم قوات الحدود وقد اختبرت الطائرة الاستطلاعية لمعرفة مداها وقدراتها في الرصد والمراقبة يأتي ذلك ضمن جهود إعادة تنشيط الصناعة العسكرية في العراق بعد توقف دم أكثر من عقدين وفي ذيقار أكد مصدر المطلع أن مجلس المحافظة سيناقش ملف شبكة الابتزاز ويصدر تقريرا أوليا حول الشبكة التي تورط فيها اثنان من أعضاء المجلس وتشير المعلومات إلى أن عدد المتهمين في الشبكة بلغ عشرة أشخاص حتى الآن مع احتمالية الكشف عن مزيد من المفاجآت في وقت سابق أكد مصدر المطلع آخر اعتقال سبعة متهمين حتى الآن في قضية الابتزاز بمحافظة ذيقار وأشار إلى أن القضية التي بدأت بدعوى مسؤول حكومي تعرض لتشويه على وسائل التواصل الاجتماعي ما تزال في مراحلها الأولية وتثير اهتماما كبيرا ويتولى فريق متخصص التحقيق في القضية مؤكدا بأن هناك خيوطا كثيرة كشفت في الساعات الماضية وربما تكون بداية لمفاجآت من العيار الثقيل في السياق ذاته تمكنت الاجهزة الأمنية من كشف وتفكيك شبكة ابتزاز الكتروني ضخمة تورط فيها عدد من المسؤولين الحكوميين في محافظة ذيقار تفاصيل أكثر عن هذه الشبكة في هذا التقرير هزة جديدة تشهدها حكومة ذيقار المحلية وهذه المرة هي القبض على شبكة ابتزاز الكتروني تورط فيها أعضاء من الحكومة المحلية حيث تصدرت هذه الأخبار وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسبوع ليطيح الأمن الوطني بهذه الشبكة ويقبض على عدد من أفرادها بعد ما انتشرت الأمور التي في محافظة ذيقار هذه الأيام يكشف أحد أعضاء عضوين في مجلس محافظة والعضو الثاني هو هارب وتم صدور مذكرة القابض بحق ومع بعض الناشطين وبعض السيدات فيما يؤكد حقوقيون أن ما يحدث في المحافظة هو شيء معيب مطالبين الحكومة المركزية بالتدخل خصوصا أن قانون العقوبات تحدث عن هذه الأشياء وعقوباتها التي قد تصل إلى أكثر من سبع سنوات سجن بحق المدانين قانون العقوبات العراقي تحدث في المادة 431 و432 بنفس الوقت عن القضايا المتعلقة بالابتزاز المخل بالحياة وغيرها من الأمور المتعلقة بقضايا الابتزاز وحدد عقوباتها بما لا يزيد عن سبع سنوات حقيقة ما يحدث في ذيقار شيء معيب صراحة شيوخ عشائر استنكروا هذه الأفعال التي أكدوا بأنها لا تصل إلى شرف الخصومة خصوصا وأن المتهمين من الذين تم اختيارهم من الشعب فيجب عليهم صيانة هذه الأمانة مؤسف نحن لاحظنا قسم من هؤلاء المبتزين ويمتلكون شبكات كبيرة هما من المسؤولين وهذا بحد ذاته جريمة ويجب على الدولة أن تحاسب هؤلاء حساب مركب وحساب عسير لا سيما يقسم منهم من الناس المنتخبين يعني الشعب الذي وضع ثقته فيهم سواء أعضاء مجلس نواب أو مجلس محافظة وضع ثقته وانتخبهم ظاهرة دخلت حديثا على المجتمع العراقي وهي الابتزاز الألكتروني والتي كان أغلب ضحاياها من النساء ولكن انقلبت الصورة هنا في ذيقار لتصل إلى ابتزاز المسؤولين للحصول على مشاريع أو مناصب داخل الحكومة المحلية كما بيّن مراقبون من ذيقار سعد الركابي قناة الفلوجة بخصوص التسجيلات المنسوبة لرئيس هيئة النزاهة أشادت الهيئة بقرار القضاء العراقي بفتح تحقيق بشأن المقاطع الصوتية المنسوبة إلى رئيسها القاضي حيدر حنون وأعلنت الهيئة في بيان لها أنها قررت إرجاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده احتراما للإجراءات القضائية ولضمان عدم تأثير على سير التحقيقات واستجابة واستجلاء الحقيقة وأكدت الهيئة في بيانها أنها تتطلع دائما إلى تحقيق العدالة ومحاسبة من يحاول العبث بمقدرات الدولة وأمن المواطنين مشيرة إلى أن محاولات الابتزاز والتأثير على مؤسساتها لن تثنيها عن مواصلة جهودها في مكافحة الفساد واسترداد أموال الشعب كانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قد فتحت تحقيقا بشأن التسجيلات الصوتية المنسوبة لحنون والتي تتضمن اتهامات بتقاضي رشاه الأخبار مستمرة اتخابيا عدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ينامي انتخابات برلمان إقليم كردستان عدتها خطوة جوهرية نحو استقرار المشهد السياسي للعراق والمنطقة وكشفت البعثة في تقرير لها أن قرابة ثلاثة ملايين ناخب سيشاركون في انتخابات الإقليم التي يتنافس فيها أكثر من ألف مرشح على مئة مقعد موزعة بين محافظات إقليم كردستان وضحة أن المعالم الرئيسية لهذه الانتخابات ستشمل تقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية منفردة من جنيبها طرحت منظمات غير حكومية مهتمة بالشأن الانتخابي مقترحا لاعتماد البطاقة الوطنية الموحدة بدل البطاقة البيومترية في الانتخابات النيابية المقبلة تفاصيل أكثر في هذا التقرير تطرح منظمات غير حكومية مهتمة بشأن الانتخابي مقترحا لاعتماد البطاقة الوطنية الموحدة بدل البطاقة البيومترية في الانتخابات النيابية المقبلة مستندة بذلك إلى الاحصائية الأخيرة التي أعلنتها وزارة الداخلية في إتمام إصدار ما يزيد عن أربعين مليون بطاقة مقترح لا يلقى اعتراضات فنية لكنه يتقاطع دستوريا مع المواد التي تضمن استقلالية المفوضية وعدم إشراك ذراع تنفيذي في عملها الإشارة هنا إلى وزارة الداخلية بحسب خبراء في الشأن الانتخابي علينا أن نفهم من يحدد مقبولية هذا الموضوع من عدم مقبوليته هو الدستور العراقي الدستور العراقي نصف المادة 102 على أن المفوضية هو جهاز مستقل مفوضية كيان مستقل بحد ذاته لما نعتمد على البطاقة الموحدة خلني أفهم أنه بذاك الوقت وزارة الداخلية هي راح أصدر البطاقة الموحدة هنا راح ننصدم في نقطة وسؤال مهم جدا هل تستطيع وزارة الداخلية أن تمنح مواطن هوية حتى يشارك بالانتخابات وهل تستطيع أن تمنع نعم ممكن لذلك هنا سيجي الناخب ما راح أصير بيد الحكومة لأنه وزارة الداخلية يفزو من الحكومة هذا يفقد استقلاليته الدعوة موجهة إلى مجلس النواب بعادة النظر بقانون الانتخابات المعدل وحصر فقرة للتعديل تتضمن اعتماد البطاقة الوطنية من منطلق تحقيق الشفافية والنزاهة الانتخابية بالاقتراع المقبل لكن هذه الخطوة يترتب عليها تحديث بيانات أكثر من 16 مليون ناخب على قاعدة إصدار البطاقة وهو ما لا يسمح به الوقت المتبقي من عمر الدورة الحالية بأن البيانات الموجودة في البطاقة الوطنية تتعلق بالسجل الوطني للناخب أي ما يتعلق بالسجل العائلي اسم العائلة وما إلى ذلك بينما البطاقة البيومترية الانتخابية هي عملية بيانات خاصة بالناخب وفقا لرقعته الجغرافية والدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها والمركز الانتخابي بالتالي هذا يحتاج إلى أن نقوم بعملية عجراء عقد جديد بين الشركة التي قامت بطبع البطاقة الوطنية والشركة الكورية المصنعة للأجهزة الخاصة سواء عدة التحقق أو ما يتعلق بجهاز صندوق الاختراع وبالتالي ينبغي أن يكون مثل هكذا عقد فيه شروط قاسية فيما يتعلق بالحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية الخاصة بالعراقيين تتفق بعض الكيانات السياسية مع هذا المقترح الذي سبق طرحه على طاولة بطاقة الوطنية تسمح بفضاء أوسع للمشاركة بالمقابل تتخوف أخرى من إشراك جهة تنفيذية تخضع للمحاصصة الحزبية في عمل المفوضية مما قد يؤثر على نزاهة وشفافية نتائج الأقتراع على الحديد قناة الفلوجة بغداد مزيد من الحديث عن دعوات اعتماد البطاقة الموحدة كمستمسك وحيد في الانتخابات ينضم إلينا من أربيل رئيس الفريق الإعلامي دكتور عماد جميل مرحبا بك دكتور عماد بداية كيف تلقيتم مقترح أو الدعوات التي تقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة بدل البطاقة البايومترية في الانتخابات نعم مساء الخير عزيزي عليك وعلى مشاهديكم الكرام حيئة البطاقة البايومترية وصلت المفوضية إلى أن تجري انتخابات خالية من التلاعب والتزوير وهذا ما لحظناه في انتخابات 2023 لما نوصل إلى هذا المرحلة لماذا يقدم هذا المقترح في الوقت الحاضر نعم نحن مع جميع المقترحات التي تخدم العملية الانتخابية وتزيد من نسبة المشاركة وهذا ما سمعناه الآن أن الغرض من عدى حتى ترفع نسبة المشاركة الانتخابات التي تجري الآن في الحقيقة هي نسبة المشاركة لا تعتمد على وجود البطاقة البايومترية أو البطاقة الوطنية وإنما هي رغبة الناخب في المشاركة في العملية الانتخابية المفوضية في الحقيقة في الانتخابات الشابقة تقريبا وزعت البطاقة البايومترية ما يقارب إلى 75% من الناخبين لكن لاحظنا أن المشاركة في العملية الانتخابية كانت 43% إذن لم يكن السبب في أن وجود بطاقة بايومترية أو بطاقة وطنية البطاقة البايومترية في الحقيقة لها خصوصيتها ولها أهميتها الأهمية تكمن في أسهار من عملية التي لا تتوفر في البطاقة الموحدة تقصد والبطاقة الموحدة لا تحتوي على رقم مركز الاغتراع أو المعلومات والبيانات الانتخابية بالنسبة للناخب إضافة إلى ذلك هذا المشروع في الحقيقة هو لما أنجزتها المفوضية كان هو الهدف من عنده الوصول إلى انتخابات نزيهة وذات شفافية ومستقية عالية وهذا ما تم تحقيقه في الحقيقة الانتخابات السابقة كانت البطاقة مثلا في انتخابات 18 كان هناك انتخابات الخارج بدون أي بطاقة وهي التي شكلت بعض المشاكل في عمليات التلاعب التزوير أما في انتخابات 2021 كان عبر البطاقة البايومترية والبطاقة الإلكترونية مع وجود شكوك قليلة بالتلاعب كان هذا المخترح لكن في انتخابات 23 كانت فقط البطاقة البايومترية التي قضت على أي عمليات تلاعب هذا كان سؤالي هل نأمن من التلاعب المستقبلي حتى بالبطاقة البايومترية من هنا أو هناك لهذا انطلقت هذه الدعوات بخصوص الموحدة الغير قابلة للتزوير هكذا يقولون ثم قبل قليل قد لماذا الآن أطلق هذا المخترح بعد أن مشينا بالمشروع لماذا تعتقد في الحقيقة كان تواجد واسع للإعلام في انتخابات 2023 وكان الفلوجة له دور واسع في هذا الأمر وكانت تابع الأمر وانتك إعلام يوميا هل لاحظت أن هناك في نتائج انتخابات 2021 أو 2023 أي تلاعب أو أن كانت البطاقة البايومترية أو التزييل البايومتري أثر على عدم المشاركة بالنسبة لناكبين لا توجد هناك أي إشارات على أن المفوضية منعت مواطنين لعدم امتلاكهم البطاقة البايومترية كل اللي حضروا إلى مراكز الاقتراع هم من من يمتلكون البطاقة البايومترية والذين لديهم الرغبة في المشاركة في العملية الانتخابية وساهموا في عملية الاقتراع وكانت سلسة جدا وكانت نتائجها إيجابية وكبيرة وبتقارير قدمت سواء كانت بالنسبة للمراقبة الدولية أو بالنسبة للمراقبة المحلية هذه نقطة النقطة الثانية بالنسبة للأخوة الذين لم يحصلوا على البطاقة البايومترية فتأكبرنا نحن بررناها في هذا الأمر وقلنا هناك بعض الناخبين هم خارج البلد والبعض الآخر ليس لديه الرغبة في المشاركة هذه أيضا مسألة المسألة الأخرى هو باب التسجيل الآن مستمر وهناك رفع للنسبة اليوم نحن في انتخابات الإقليب ما يقارب 92% من الناخبين المسجدين بايومترية استلموا بطاقتهم وسيشرك في الانتخابات وأيضا تسجيل 80% من أصل الناخبين اللي يشاركون بهذه الانتخابات إذن هذا المشروع في الحقيقة حقق ما الجازات وما الترمو إليه المفوضية في أن يصل إلى هذه المرحلة اللي هي في الحقيقة كانت الانتخابات بواسطة هذه البطاقة هي نتيجتها من القضاء على عمليات التلعب والتسوير بشكل نهائي في عمليات الاختراع البطاقة الوطنية في الحقيقة ترتبط تعرف أنه الآن أنجزت الداخلية هذا الرقم الذي تم الإشارة إليه ولكن البطاقة عائلية للحقيقة الناخب لا بد أن يحتاج فيه إلى مركز الاختراع إلى محطة الاختراع إلى الرقع الانتخابية التي ينتمي لها الناخب ولذلك المفوضية هي تجري أثناء عملية الانتخاب عملية تحديث لهذه البطاقة الانتخابية في عملية تغيير مكان اقتراعها من محافظة إلى محافظة أو من منطقة إلى منطقة أو من مركز الاختراع إلى آخر قريب على محل سكنة وبذلك فإن البطاقة البيومترية تقدم خدمات انتخابية لا تستطيع أن تقدمها البطاقة الوطنية ولذلك لا ترونها ضرورة للأخذ باقتراع كهذا نعم طيب عن أعداد المسجلين في البطاقة البيومترية حتى هذه اللحظة بنسبة مئوية نعم بالحقيقة احنا وصلنا إلى ما يقارب 80% والآن مفوضية بمراكز التسجيل مستمرة في عملها في كل مراكز التسجيل باستثناء الآن مراكز التسجيل في الأقليم لأن تعرف متوقفة الآن لديها مهام أخرى في عملية استعدادات للانتخابات القادمة نعم وتوزيع البطاقة البيومترية وبذلك فأن هذا المشروع مستمر في عمله وفي إنجازه وأيضا نحقق نسب مرتفعة في عمليات التسجيل البايومترية وأيضا نأمل أن نكمل في تجهيز البطاقة البيومترية كل الناخبين راغبين في الحصول على بيها شكرا جزيلا إلي كنت معنا من أربيل رئيس الفريق الإعلامي دكتور عماد جميل دعا نشطاء المجتمع المدني وقانونيون في بغداد إلى عدم المساس بقانون الأحوال الشخصية الحالي محذرين من تداعيات المساومات السياسية وفرض الإرادات وما تسببه من انقسامات مجتمعية خصوصا فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة بقضايا الزواج وحضانة الأطفال قانون 188 لسنة 1959 قانون كبير جدا يعني هذا التعديل لن يكون مؤثرا جدا على القانون بحيث أنه يغير من القانون هناك بعض المواد بعض الفقرات التي سوف يطالها هذا التغيير لكن هناك موضوع الحمانة وهذا لم يتطرق له هذا التعديل يفترض أن تكون هناك تعديل لموضوع الحمانة بما يوازي المطالب بأن تكون الحمانة مشتركة بين الرجل والمرأة أطرأ بالأون الأخير من قبل سلطتنا التشريعية هو التلاعب ليس بتعديل بل هو التلاعب بهذه المادة قانون الأحوال الشخصية ونلاحظ أنه تهميش لإمكانية المرأة والأهميتها بذريعات التغيير أو ما شابه ذلك فاللي نطلبها واللي نريدها من السلطة التشريعية أن تعدل على هذا التعديل ويجعل المادة القانونية 188 كما هي ولم يتم التلاعب بها لماذا؟ لأن إفرازاتها عندما يطبق ويمرر هذا التعديل إفرازاتها على المجتمع ليس بالهيئة على اعتبار أن المرأة اليوم مغرافيا أكثر من النصف وفي ديالة تنتشر ظاهرة الأطفال الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية بسبب الزواج غير القانوني مما يجعلهم عرضة للمشكلات والمعاناة كما تحرمهم من حقوقهم الأساسية كالتعليم والصحة التفاصيل في هذا التقرير أحصائية غير دقيقة عن عدد الأطفال في ديالة ممن لا يملكون الجنسية العراقية الفي طفلين فقط هم من تم حصائهم من قبل منظمات إنسانيتين فيما تقدر الأعداد المتبقية بأكثر من ذلك بكثير هناك تقريبا ألفين طال طفل ما يمتلكون الهوية العراقية وهم مبعدين عن التعليم وأيضا إثبات النشب عدم إثبات النشب للأطفال هذا أيضا يسبب أيضا يسبب لضياع حقوق الأطفال ويحذر متخصصون من ضياع مستقبل الأطفال بعد حرمانهم من الحقوق المدنية وخصوصا التعليم حيث أن الأوراق الثبوتية للأطفال غير متوفرة مما يجعلهم في خانة المجهولين رغم ولادة الأطفال من أبوين عراقيين لأن الزواج غير القانوني يقف حاجزا أمامهم طبعا من الآثار السلبية للزواج خارج المحاكم نسميها ضياع حقوق للأطفال والزوجة منها تتعلق بالتعلم هذا غير مسجل في السجلات الرسمية في الدولة بالنسبة لزواج خارج المحكمة وبالتالي لا يحصل على حقوقها فيما يستمر الرفض الشعبي لقانون الأحوال الشخصية الذي يزعم البرلمان تعديله محذرين من عواقب قد تصيب العرف الاجتماعي وخصوصا بين الفتيات وحرمانهن من أبسط حقوقهن بصراحة القانون نحن كمواطنين راضي بالكامل لأن هذا أول شيء سيهدد للسلم المجتمعي نحن متعودين على العراف والتقاليد هذه كلها ستنظر بعرض الحيطة على العراف والتقاليد فعلى مجلس النواب وعلى الكل ترفض قانون تعديل لأحوال الشخصية اللي هو أصل الإساءة هذا ويبقى ملف آلاف الأطفال مجهولا وهم لا ذنب لهم سواء أنهم ولدوا بطريقة شرعية خارج الأطر القانونية بحسب القانون العراقي الذي يطبق حاليا على أولاد العناصر الإرهابية والمشابهة لها من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة عدى قانون حق الحصول على المعلومة إلى الواجهة إذ أطلقت منظمات غير حكومية وصحفيون حملة لتعديل مشروع هذا القانون الذي يعتبرونه يقيد حرية الوصول إلى المعلومة ويهدد الشفافية وحقوق الصحافة ودعت المنظمات إلى تعديلات جوهرية لضمان توفير المعلومات بشكل عادل مشيرة إلى أن القانون بصيغته الحالية يتعارض مع المعايير الدولية ويعزز من خل فساد وأكدت منظمات وبرلمانيون من أن القانون قد يقيد حرية الصحافة ويضر بتصنيف العراق في المؤشرات الحقوقية كما دعت المنظمات الحقوقية إلى مراجعة القانون بشكل شامل وتوسيع الاستشارات لضمان توافقه مع الدستور والمعايير الدولية إلى بابل حيث أعادت توزارة الموارد المائية بحيرة مدينة بابل الأثرية السياحية إلى الحياة بعد تأهيلها وذلك بهدف تعزيز السياحة وتحسين البيئة في المحافظة حيث أعيدت الحياة إلى البحيرة بعد 21 عاما من الإهمال إذ تم تجديدها بتغليف خرساني لمنع تسرب المياه كما ملئت بمياه من شط الحلة وأصبحت جاهزة لتكون وجهة سياحية ومتنفسة لأهالي بابل كما شمل حفل الافتتاح فعاليات مائية ومسابقات للسباحة واستعراض زوارقة وعفية طبعاً بناء على تذجهات السيد معالي وزير الموارد المائية المحترم خلال زيارته قبل الأخيرة لمحافظة بابل حيث وجه معاليه وبرفقة السيد معالي وزير السياحة والأثار بضرورة تنظيف البحيرة الخاصة بالأثار بابل وعادت تأهيلها وكذلك تبطينها بطريقة اللحافة الخرسانية كون هذه البحيرة تقع في آثار بابل التي تمثل الواجهة الحضارية والتاريخية لمدينة بابل الأثرية ولمحافظة بابل تبارت أنه وفت خطوة جديدة بالفعل للترفيح حتى ولو عن العائلة العراقية العائلة البابلية بصراحة نحن في محافظة بابل عدنا أماكن قليلة جدا اليوم العائلة تترفه بيها وتطلع فمع بالك اليوم تنفتح بحيرة بهذه الأجواء الجميلة تكون بيها مطاعم تكون بيها كوفيهات تكون بيها جلسات جميلة تنظفلها بعد يومين ثلاثة أنه تكون بالقرب من عدها باحات كبيرة عدنا نحن من المدينة الأثرية ومنتج عبابل لو تستثمر أنه تكون هناك مدينة سياحية كاملة بفنادقها بمنتجعاتها ستكون أولا تعيد فد وارد جدا كبير للمحافظة وثانيا تكون فد باحة فيها كبيرة لأهل بابل وغير أهل بابل في الفلوجة وبعد معاناة استمرت عقودا من الزمن مناطق جنوب المدينة تدخل مرحلة جديدة من الأعمار وتقديم الخدمات الأساسية يقودها النائب سالم مطر العيساوي تفاصيل أكثر في ذلك التقرير فوالله مشروع جيد ووالله مشروع قبل كانت الكهرباء حاطينها بخشبة حاطينها بزاوية سنين ما شفنا هيش تحسن شبكة ماكو صار فترة طويلة يعني أقول لك من الثمانينات يعني ما شفنا بعد مضي نحو أربعة عقود على آخر تأهيل للشبكة الكهربائية في بعض مناطق عامرية الفلوجة تدخل اليوم مرحلة جديدة للخلاص من الأعمدة الخشبية إذ جهزت تلك المناطق بأكثر من ألف عامود كهرباء لتغذية نحو ثلاثة آلاف عائلة لا سيما في منطقة الهريمات إضافة إلى المحولات التي أنارت منازلهم عقب سنوات من العتمة هذه الجهود المضنية كانت من نصيب النائب سالم مطر العيساوي وبالتعاون مع وزارة الكهرباء هذا مشروع كبير يشمل مناطق كثيرة من قضاء عامرية الصمود هذا يشمل الهرامات تقسم إلى أربع مناطق المال حول إعجال الغربي والشرقي أيضا البتراء منطقة واسعة كبيرة جدا والشبكة متهالكة ومضع عليها أكثر من أربعين سنة فنشكر الحكومة وزارة الكهرباء والإستاذ سالم مرة ثانية لجهود مبذولة أن عاني كثرة الإنقطاعات في الكهرباء كثرة الإعمدة المتهالكة كلما تيجي عاصفة تقسم من الإعمدة الكهربائية وإنقطاع الأسلاك الكهربائية كل هذه السنين لا أحد جاء إلا إستاذ سالم المطر جاء وجهزها المنطقة بكهرباء كلها ومحولاته صارها أربعين سنة لهذه الأعمدة الخشب وتستمر الكوادر المتخصصة بالعمل لساعات طويلة كل يوم من أجل إيصال التيار الكهربائي إلى قرى العامرية والنساف وحتى مخيمات النازحين بما يؤكد سكانها بأن هذه الخطوة ورغم أنها أبسط حقوقهم لكنها غائبة منذ سنوات من 1982 أكثر من 40 عام هذه التيار يعتمد على العوامد الخشب والمحولات على تحت الأرض قواعد كونكاريتية وعليه هسا اليوم من تبارو على التيار الكهربائي في هذه المنطقة كلها جديد كلها تأسست من الأعمدة الجديدة والتيار والمحولات والقواطع والأسلاك إلى آخر منزل يعني إلى آخر منزل كل جديد تماما الجهود لا تنسى ونحن داعمون ومساندون للاستاذ سالم العيساوي على هذه المبادرة والجدير بالذكر فإن قرابة 30 مشروعا خدميا آخر تم إعداد كشفاتها مؤخرا ستشمل عددا من مناطق الأنبار التي تفتقد إلى الخدمات الأساسية ولا تقتصر على الكهربائي فحسب بحسب ما أكده النائب سالم العيساوي من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة انطلقت تحت شعار العراق يقرأ فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الخامسة والعشرين بمشاركة أكثر من عشرين دار نشر على المستوى المحلي والدولي وبحضور نخبة من الأدباء والمفكرين العراقيين والعرب والأجانب وأكد الحاذرون أن المعرض يعكس استمرار العراق في الحفاظ على تقاليده الثقافية رغم واجهته أو ما واجهته عفوا البلاد من تحديات معبرين عن أهمية هذه الفعاليات في بغداد والتي تعكس ثقافة الشعب العراقي ومدى حبه للكتاب كما أنه يعتبر الخيار المثالي لمن يبحثون عن التنوع والثقافة والمعرفة المواطن العراقي الآن بيرحب بكل هذه المبادرات الحكومية من شأنها أنه تنقل حياته إلى مستوى آخر وليفل آخر وأيضا إلى مواكبة دول العالم من ناحية التطور المالي والاقصادي وجميع نواحي الحياة كزائر للمعرض الكتاب الدولي في بغداد أنا أول مرة أزورها صراحة زائر سليمانيا قبل بس ما شاء الله علي أكو هواي كتب تقدر تستفاد من عدها من الكتب الدينية والكتب الترفي وخاصة الكتب الإنجليزية والله المعرض هو باحة جيدة للتواصل والمعرفة ولعودة الإنسان إلى الواقع لأن يبدو للسوشال ميديا سرقت الإنسان من واقعه إلى عالم افتراضي آخر فالكتاب هو عودة حقيقية للإنسان رأينا في هذه السنة الاهتمام بفئة الشباب لأن فئة الشباب يبدو لي الكثير من هذه الفئة قد عزف عن تداول الكتاب وقراءة الكتاب فحاولنا أن نفتح نوافذ جديدة لأن لاحظنا في السنوات السابقة أنه فقط الشيوخ أو كبار السن أو الكهل هم الذين يرتادون الجناع الأجواء جداً حلوة وكلش رائعة بصراحة دعا أشوف حتى عوائل ودعا أشوف أطفال فلذلك نطمح دائماً أنه دائماً المعارض تكون بها التفاعل جداً قوي بصراحة أنا كلش فرحانة نحن حالياً اليوم مشاركين حملة يسمها حملة أصرف لك هي حملة وطنية تدعم عن الدفع الألكتروني بدل الكاش تعرفون نحن دائماً نواكب التطورات اللي تصير بالدول الثانية فإحنا نحن جداً فرحانين بصراحة والأجواء كلش حلوة هنانا بالمعرض اقتصادياً رعى رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني توقيع ثلاثة عقود للشراكة لمشاريع صناعية مع القطاع الخاص تضمنت مشروع تأهيل وتشغيل مصنع أسمدة بيجي في محافظة صلاح الدين بطاقة انتاجية تصل إلى 672 ألف طن سنوياً بشركة مع شركة قطرية وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن العقود تضمنت إنشاء مصنع للإنتاج الأسمدة النيتروجينية واليوريا في قضاء أبي الخصيب بالبصرة بطاقة انتاجية تقدر بمليون طن سنوية كما وقع عقد لتوسعة مصنع الصودة والكلور في بابل حيث سيوفر المصنع منتجات مثل الصودة الكاوية والكلور بقدرة انتاجية تبلغ 90 طن يومياً من الصودة الكاوية و80 طن يومياً من مادة الكلور وضاف البيان أن الحكومة تسعى لتأمين الغاز اللازم لتشغيل هذه المصانع بأسعار مدعومة لتلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات الكيميائية التي كانت تستورد سابقة تجاوزت صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خمسة ملايين برميل خلال شهر آب لعام 2024 مما يضع العراق في المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة وفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق صدر خمسة ملايين وسبعمائة وواحد واربعين ألف برميل من النفط الخام إلى أمريكا في آب بمتوسط مائتين وخمسة وثمانين ألف برميل يومية واحتل العراق المرتبة الخامسة في صادرات النفط إلى أمريكا بعد كندا والمكسيك والسعودية والبرازيل بدورها حددت وزارة النفط إنهاء ملف حرق الغاز بالكامل بحلول العام 2028 وكشف وكيل وزارة النفط باسم محمد خضير أن الوزارة نجحت باستثمار الغاز المحروق بجهود وطنية كبيرة تتابع يوميا أو تتابع من قبل رئيس مجلس الوزراء وكيدا أن هدف الحكومة هو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال المشاريع النفطية وهو ما نجحت به الوزارة عبر خطتها في جولة الترخيص الخامسة المكملة والسادسة أمريكا تثبت قدماً في أربيل لضمان عراق متوازن والهجمات هدفها توتير علاقة بغداد وواشنطن البطاقة الموحدة دعوات تتجدد لاعتمادها مستمسكاً وحيداً في الانتخابات الخيار الأقوى لمحاربة الفساد والتزويل الابتزاز يطيح بالكبار في ذيقار وما خفي أعظم والنزهة تؤكد لا نهب القضاء والتسجيلات مفبركة مساء دام شهدته بغداد قتيل وثلاثة مصابين بهجومين مسلحين في شارع فلسطين وقضاء التاجي العراق يقرأ معرض بغداد للكتاب يفتح أبوابه بمشاركة أكثر من عشرين دار نشر محلية ودولية مزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع الفن اشتركوا في القناة